يسعد مساكم مشاهدين وأهلا فيكم في حلقة يديدة من مسائي عبر شاشة الراي اليوم سوالفنا الفنية كثيرة رح يكون لنا سالفة مع المسرح السياسي ومسرح توفيق الحكيم مع أكاديمي متميز ولنا سالفة ثانية مع فنان مخضر مشامل لكل الفنون القيمة مسرح دراما مونو دراما سينما ممثل ومخرج ومؤلف ومذيع وبكل دور وهو مبدع فيه إن شاء الله لا يرضى بأي أعمال بل اختيار العمل وهو إرضاء لقيمة الفن اللي قدمه في المقام الأول يا هلا وسهلة فيك أستاذ عبد العزيز معانا في برنامج مسائي شكرا لكم وشكرا لإستضافتكم الجميلة وشكرا للقهوة الحلية وإن شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم وإن شاء الله يكون ضيف أيضا خفيف على جمهور قناة الرأي الكريمة نعم بنمتديها معاك أستاذي بسبب يعني ليش أنت وايد مقل بالظهور الإعلامي ليش ما نشوفك طلتك حلوة يعني حتاجح نشوفها باستمرار تسلمين تسلمين والله ما أعتقد إذا لقيت الشيء المناسب والوقت المناسب والطل المناسبة ما أبخل لا على نفسي ولا عليكم وإن شاء الله الأعمال الجاية في الطريق يعني إن شاء الله أستاذي أمور كثيرة بنناقشها معاك وسوال في كثيرة بنسولف وندردش فيها إن شاء الله خلال حلقتنا اليوم لكن نحب نبتدي بشيء هو قريب على قلبك وقريب على أيضا الشعب والجمهور لكويتي وهو المسرح لكويتي هل أنت الحين وفي هذا الوقت راضي عن المسرح لكويتي أو بكل صراحة؟ بكل صراحة والله يعني السؤال الحقيقة أنا علاقتي مع المسرح مو علاقة أمس واليوم يعني علاقتي مع المسرح يعني ما بي أفضح نفسي بس صارها أكثر من خمسين سنة تبارك رحمة فمرت في مراحلها كلها وعرفتها كلها واشتغلت فيها كلها من أيام الطفولة وأنا قدمت أيام مثل مع محمد النشمي مع حسين الحداد محمد منيع وأول ما بدينا وبعدين رحكت على المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة سقرشود والمراحل اللي بعدها فالمسرح الحقيقة تذبذب يعني ما بين الجودة وما بين أحيانا الشيء اللي لا يرضي على الإطلاق يعني مسألة راضي عليه القضية المسرحية المسرح ما تقولين تطلقين عليه حكم عام تطلعين فجأة مسرحية رائعة تطلعين فجأة مسرحية ما تسوى تنشاف أحيانا حتى صار خلط عند الناس في مفهوم المسرح صح قامت عروض فنية تعرض على خشبة المسرح والناس على بالهم مسرحية يعني ما لها علاقة في المسرح مولية ياما كوميديا ياما صحيح يعني رضاي دائما رضا فردي يعني لما يشوف المسرحية أحكم على رضاي عليها أو عدم رضاي عليها نعم وأحيانا أجبر في المشاهدة مثلا أكون عضو لجنة تحكيم نعم أو غيرها فأهني اللي ما تقدر لا تطلع ولا تقدر ما تكمل صح ولا تقدر والأحرب تعطي رأيك بعد نعم فأنا أحيانا أكون قاسي جدا في هذه الأمور نعم المسرح ما كان أفضل والفن شحالة فردية ما في مسرح قبل أحسن ومسرح الحين مو أحسن ولكن استاذي هناك أعمال مسرحية إحنا لازلنا نتذكرها فلقيمتها ولجودة ما قدم هذا المسرح أو هذه المسرحية قعد تخلينا لازلنا إحنا ندش الحين يوتيوب ونشوف المسرحية نفسها الحين المسرح اللي قعد يقدمة من يعني من مواضيع قعد يطرحها ومن أمور قعد يناقشها يعني قعد تخلينا نقول ليش مسرحنا مو منفس مسرح قبل فشلون تقول أن носرح قبل لم يكن أفضل لا هي الأفضلية شفه نوعية المسرح يعني قبل المسرح مثلا الناس كانوا مع المسرح غير علاقتهم مع المسرح غير يعني اليوم دخنا المهرجانات العربية بشكل عام والكويتية بشكل خاص تشوفين فنون مختلفة يعني كان المسرح القديم يعتمد على مادة واحدة مادة الممثل الصادق يعني الباجي كل تكملات يعني الإضاءة ما تشوفين المسرح القديم إضاءة تشوفين الإنارة على المسرح والممثلين يمثلون يعني ما تذكرين حركة ضوئية في المسرحية الفلانية بدون تسمية والمسرحية الفلانية ما تشوفين مثلا دولبي ساوند من هناك واللهنيمة شيء ماعتمد على فعل الممثل والموضوع المطروح ومسلاقية الممثلين الحين صار العكس صارت التقنية عالية والموضوعية في التمثيل والقدرة والموضوع ضعفوا يعني هذا الفارق اللي بينهم مثلا قبل أنا أعطيش مثال يمكن لا نلوم المسرحيين وايد التلفزيون سحب البساط من المسرح قبل المسرحية تعتمد على الدراما قصة اللي فلان زوج فلانا بعدين يخوها وبعدين يا كذا قصة درامية صحيح التلفزيون سرق هذه الدراما وقمت تتابعينها أنت الحين لو تخدمين مسرحية درامية على المسرح مو حلوة ما يتقبلها الجمهور ما يتقبلها الجمهور وايد الحين الجمهور مو الجمهور الجمهور ما لا علاقة الجمهور مسكين الجمهور اللي يعطالها يأخذه والدليل أنه عروض فنية مثل ما قلت لك على خشبة المسرح ولا هم مسرحيات يقولت فالله أنا بروح لمسرحية وهي لا مسرحية ولا شيء هي عرض فني على خشبة مسرح بس لأنها على المسرح على بالها فالجمهور يتقعي الجمهور شنون أنت تجذبه هو يتقبلك يعني من القضية الجمهور يشتري منك فكرك يشتري عملك يقدره يقيمه وتبعا لثقافته أيضا ليس تبعا لهواه فقط أن الشايف من قبل شنو يعرف شيء قارن عمل هذا بالعمل ذاك فالمسرح دائما الفن دانا حالة فردية ماكو فنانين مثل بعض ماكو عملين مثل بعض يعني خلي عطيش مثال في ظلم المسرح خلي ظلم الجمهور أنه يتقدم الأعمال الموحلوة بالمهرجانات يقدم العمل بعد بروبات شهرين ثلاثة شهر ليلة واحدة والعرض هذا عمرا ما كان عرض حقيقي دائما هذا عرض جنرال بروبا وبعدها انتهى لا يعرض مرة أخرى فشنو حالة الممثل شنو حالة الكاتب شنو حالة المخرج شنو حالة المنتج إنه يعرض على عمل ليلة واحدة بس علشان يشوفونا مجموعة ويشوفونا خمسة يقيمونه يقولون لابرافو لك جائزة الأولى والجائزة الثانية هذا طول من المسرح إنسان ليش ما يتم عرض هذه المسرحيات اللي قاعد تقدم بشكل أكاديمي وأدبي يعني أنا حضرت بعض من هذه المسارح الأكاديمية وأشوف عمل جبار يعني عمل جبار من شباب صغار تتهدوا علشان يقدمون هذا العمل مثل ما قلت من بعد بروبات أشهر ليش ما قاعد تقدم من بعد ما يخلص هذا المهرجان طبعا هنا في سببين السبب الأول هو إنه مو مدعوم من الدولة علشان يقدم يعني خلاص صحيح الدولة قدمت للمهرجان وعطتها جائزته وفمال له بنفس الوقت الجمهور هذا ما يضمن إنه يسوق للجمهور هذا النوع من الأعمال لأن الجمهور تعود على نوع من الكوميدي على نوع من الكذا فما يقدر يغامر بهذا الكم الممثلين وحجز المكان وحجز المسرح ودفع قيمة الإنتاج علشان يغامر بين أيون خمسين ولا ستين واحد فالمعادلة صعبة جدا فهي معادلة مادية أكثر هي معادلة شنو أقدم على المسرح؟ لا مو مادية هي معادلة نظامية ما بين الدولة وما بين المنتج لازم يكون بينهم حالة اتفاق إذا الدولة تدعم هذا النوع من الأعمال أوكي قدم العمل أرضه نحن نتحمل ومش بيتحمل يعني؟ بيتحمل ملاليم على ميزانيات دولة يعني مو أرقام فيبينا دعم فعلا من الدولة إنه والله العروض هذه الأول والثاني والثالث والقوي والكذا أقدمهم في أعطيهم مسارح وقدموا للجمهور واخذوا تذاكر يوكم الجمهور يوكم ما يوكم الله يعفظكم منه على نفس الطارق وعلى نفس الموضوع استاذي لك مقولة لازم نوقف عندها شوي قلت كثير من الأعمال التي تقدم على خشبة المسرح لا تنتمي إلى فن المسرح هل تقصد المسرح التجاري وليس الأكاديمي طبعا؟ المسرح المسرح قانون المسرح علم المسرح في معطيات المسرح لكن لما يوقف مثلا يطلع العرض شن عرض فني يعني في راقس وفي غنى ودراما مكسورة ما في خط درامي وناسة دي واحد يستمتع المسرحية ممكن تصير ساعة وتصير أربعة وتصير سنت وتبعا هذا شو هذا عرض وغد يكون شو جميل ورائع ومضحك وممتع لكنه مو مسرحية المسرحية دراما المسرحية تبدأ لها قمة ولها وسط ولها نهاية ولا تفاعل ولها ردد فعل ولها فعل ولها نتائج خارجية مسرح المسرح مو عبث يعني لكن الناس لما يشوفون شيء والنسب وموجود على المسرح يقولون انظروا مسرحية المسرحية الفلانية طبعا مو مسرحية ولا نشغل في المسرح لكن لذلك أنا سميها عرض فني على خشبة مسرح هل راح نشوف في المستقبل الجمهور يتقبل المسرح بحذافيرة مثل ما أنت تقولها؟ لا مول الجمهور تقبلها لازم تخلينا يتقبلها شو تخلينا يتقبلها؟ أنت تفرض عليه الفرض عليه أنك تقدم لها بطريقة محببة لها نعم يعني الآن مارير بمرحلة وقاعدنا مر بمرحلة من هذا النوع يعني ودي أني أوصل للجمهور يعني أنت قدم يعني المهم الطريقة شو تقدم فيها يعني أحيانا موضوعك يكون مهم جدا ومن أحلى ما يمكنه سياسي واقتصادي وتجاري وكذا والقضية لكن طريقة التقديم ما يمزلها الريجي يعني صحيح أو أحيانا أنا شيء ما لقي ما لقي نتقدم الطريقة نعم نعم أستاذي إحنا مستمرين معاك لكن مشاهدين الروح الفاصل ورادين رجعنا لكم مشاهدين من بعد هذا الفاصل ومستمرين مع ضيفنا في الستيديو أستاذ عبد العزيز سؤلفنا على وضع المسرح بشكل مختصر وما هو المسرح الحقيقي اللي يحتاج الجمهور أن يشوفها مسرحية إيكارة تعتبر من المسرحيات اللي تحدث نقلة نوعية في المسرح كلمنا عنها أكثر إيكارة هي المثل اللي أنا أتكلم عنه يعني قد يكون فيه توجه جديد في المسرح تبين ناس وتتعامل معها يعني المسرحية إيكارة أولا أنا لما يعني رغبت أني أشترك فيها الواقع وحبيت المشاركة فيها لحداثتها ونوعية المسرح أولا مسرح توثيقي درامي هذه اللعبة خطرة جدا وجميلة يعني مسرحة إيكارة تتكلم عن فاليشة وفاليشة طول عمرنا فاليشة أحد الجزر يعني ما هل نعرف عنها لكن لما توثق من هي إيكارة من هي فيلكة ومتى بدأت ومن عمر التاريخ ومكانها ومن يوهى من الرومان واليونانيين والقصص اللي حدثت فيها بقصة درامية جميلة بعلاقة حب ما بين الشخص يجي من اليونان وبعدين بنت الحاكم تحب الولد هذا وبعدين تطحي علشان وطنها وتبقى فيه قصة درامية جميلة وبر الخير وكويتية الأهم من القصة كويتية لكن الطريقة المعالجة هي الفن اللي فيها يعني اللي أقصدها أنا شون حبيت العمل أولا في تجربة مع مخرجة إنجليزية يعني قارية التاريخ وقارية العمل وقارية المسرحية وفاهمة كل شيء فطريقة التكنيك العملية والفني المخرجة أليسون شام برايس مخرجة ما عندي عنها فكرة كمخرجة لكن لما تعاملت معها تعلمت أشياء جديدة في التعامل مع المسرح الإنجليزي وشون تخلطها معها هي أيضا استدعت المنتجة والكاتبة هدى الشوة مخرجة كويتي بالتعاون اللي هو يسف الحشاش علشان يربط الحس هذا الكويتي مع الحس الغربي بالإضافة إلى أن الشكل الفني يعني محمد الرباح وفيسر العبيد خلقوا جو فني شك بمنحيث السياسينيغرافي أيضا الميوزيك اعتمدت على فنان كويتي مثل بذل الحداد شون يتعامل معها فصرنا جدام مسرح مثل برادوي شو أي فصار في بالي صار في رقص تعبيري صار في قتال صار في فشنا مو مسرح كويتي أي الجميل إنه كويتي فهذه الحس أو النقلة أتمنى لها استمرار يعني أنا فعلا أتمنى لأن هذا هو المسرح إنه في قصة في دراما في تساعد في مشهدية في الممثلين أيضا الطريقة اللي وجهوا فيها ضيعوا خبرتي خبرتي الطويلة صارنا متكافئين بالجودة نعم يعني قاعد يمثلون بطريقة فعلا في تكافؤ يعني في حالة استمتاع مثلا دياناسفير نتمثل دور بنتي بهمن يعني شباب أنا مستمتع في التمثيل معاهم اللي ألغت خبرتي وقاعدة نتقابل بالجودة وهذا الأجمل وأعتقد أنها مسرحية يعني أنا فرحان فيها مستمتع مو علشان أنا مستمتع يعني أشتغل فيها دوري فيها صغير على فكرة يعني مو الدور الغير عادي إنما مهم وكل الأدوار متساوية لكن مستمتع من النقلة النوعية في المسرح الكويتي وهذا ما نحتاجه إحنا حاليا نحتاج إلى هذا النوع من المسارح خالر صحيح يعني هذه المسرحية تطورها يقودها إلى برادوي يعني أنا أقصد وياريت طبعا هذا الكلام أنه فعلا تطور وتترجم لأنه ممكن تترجم وتعرض على مستوى ميزيكل وتمثل الكويت حتى بر الكويت خارج الكويت تكلمي عن جزيرة فيلكة وتكلمي عن تاريخها ومسرحية متقنة تبقى اللغة معاق يعني حتى لو هي بلغتها وتترجم أو غيرها يعني ممكن إمكانية دخولها مراجلات عالمية وبنفس الوقت جماهيرية يعني فيها متعة فيها رأس فيها تمثيل فيها هواش فيها طقم طاقق طريقة إنجليز طريقة فالحقيقة عمل أنا مستمتع فيه خصوصا أنه لما عرض على دار الأوبرا كان جمهور متميز من ما يعني الآن عرفت إنه راح عيدونا مرة أخرى في آخر الشهر ما بين تاريخ تاريخ تساو عشرين ثلاثين وواحد ثلاثين على مسرح حبد الحسين عبد الرضا نعم ومجرد ما سمعت عن ناس وإذا تأخذ تذاكر مني قلت ما ليش تغلي يابون واسطاك من الحين لا إن شاء الله أولا الحقيقة أتمنى على عيلا أنا طالبك واسطة أنت ما تحتاج أنت مكانت الأول تسلم ما تقصر أستاذي هالنوع من العروض بما أنك ذكرت هي عروض المسرحية برودوي تحتاج إلى نص يعني يترجم على أرض الواقع وعلى أرض المسرح دائما ما كانت نصوص شكسبير وغيرها من المؤلفين الكبار هي اللي كانت على عروض برودوي هل نحن نملك طاقة شبابية تقدم هذا النوع من النصوص التي تنافس عروض برودوي اللي قاعدت نارض والله سؤال قلج يعني سؤال حلو جميل اللي يقدمون في برودوي هم فنانين والفنان خلق يخلق مرة واحدة ويموت مرة واحدة فأنا ما أفرق لا من شكسبير ولا مليور ولا أبسن ولا هدى الشوى هي حالة اللي طلعت فيها المسرح اللي تقدمها الآن ما عندنا احنا فنانين أو كتاب مثلها عندنا يمكن أحسن منها أو أقل منها أو مختلفين لكن الخط مالها خط يتجه إلى برودوي الستايل مالها يعني لو شفتي كاتس كشن سبايدر ومين ميس سايقون بانتم في أوبرا يعني تحسين إنه نفس الخط لكن الانتاج أضخم نعم الانتاج أكبر الانتاج هني مثلا نعتمد على الساوند معين على ديكورات معين على إمكانية العمل هذا قابلة إنها تكون الانتاج أكبر وأتصور إن الخطوة القادمة لها الله يعينها يعني راح تكون صعبة عليها لأن ما أدريش بيسوي عقبة يعني مو شهي سهل لكن غيرها وحضرتها ممكن يقدمون أشياء بهذا المستوى وإحنا نتعلمهم بعض يعني أنا من متى اشتغل في المسرح من الزمان لكن لما اشتغلت في هذا العمل تعلمت وائد أشياء وائد أشياء تعلمتهم مشرط منا يعني أنا تعلمت من من فنانين كبار أني ما سوي مثلهم وهذا بخطاتة تعليم يعني صحيح صحيح أستاذي أنت تدري إن الجمهور حاليا يحب يتجه إلى المسرح اللي يحمل نوع من الفكاهة والترفي علشان يستمتع فيه هل تشوف أن مسرح أو مسرحية إيكارة تحمل هذا النوع من الثقافة والأدب اللي هو قاعد يقدم والتاريخ اللي قاعد يقدم وأيضا الفكاهة في نفس الوقت بدون فكاهة اللي يتخلق أنا ما أحب أي عمل بدون فكاهة أنا ما أميل سواء كانت تذكريا عن دي طماشة ودفاشة وفدوة هللج والعميرة الحسنة يعني عمل عمل فني بدون ابتسامة وبدون ضحكة وبدون هذا هذا عمل تراجيك هذا مجاد هذا عابس يعني وأنا ما أحب الأعمال عابسة بس العمل فيه حس كوميدي فيه حس كوميدي مو حس إبحاكي تهريجي يعني فيه كوميدي مثل أي شيء يعني الكوميدي شلو هي عكس الواقع عكس المتوقع غير هذا فيها الحس الكوميدي وفيها البهجة أحيانا البهجة اللي موجودة وحالة الأغنية والفرح والسعادة تغنيش عنه وأحيانا الكوميدي تغنيش عنه وهل ومجر هي خليط لكن بطريقة إلى التطور إن شاء الله نعم أستاذي خلال تقديمك للأعمال المسرحية شنو اللي يعني لك أكثر هل الجمهور أم هيبة خشبة المسرح والله أنا أهم شيء اللي أطلع من البيت أروح للمعايشة الذاتية أني أنا أروح ألي استمتع أنا أحب التنثيل لذلك حتى لما أخرج في الأخراج أصب في الممثل حالة التمثيل أهم من أي شيء آخر أهم من الفعل التكنولوجي واللقطة والزاوية هذا يفترض أن الواحد متمكن منها تلقائيا أنا للجمهور أحب يشوفني وأنا أصدق بينما أكذب جميل أستاذي الحين إذا بنتكلم أننا تطرقنا إلى موضوع اللي هو الموضوع المادي ودعم الدولة للمسرح مسرح الكويتي صار لعمر ومن عمر وإحنا متميزين في المجال الفني والمسرحي وقعد يعني يثبت هذا الشيء لجميع الدول الخليجية والعربية خاصة في مشاركاتنا للمهرجانات الخارجية ليش للحين ما يكون دعم من الدولة للمسرح لا هو ما في دعم طبعا من يقول ما في دعم؟ في دعم بس دعم محدود ودعم مقنن ودعم أحيانا الناس الفنانين يستغلون هذا الدعم وأحيانا المسارح تستغل هذا الدعم يعني المسارح الآن قاعدة تدعم بمبالغ ضائلة لكن قاعدين يشوف منهم أعمال أقل من ضائلة يعني ياريت يشوف منهم أعمال ضائلة بقدر الميزانية التي تدفع لهم ما في أنتي متى آخر مرة شفتي عمل جماهيري وقدم مسرح أهلي صحيح ما في يعني رغم أنه عندهم ميزانية ميزانية ضائلة لنحن لازالت بالسنة 16 ألف دينار نعم خلي قد أقول لنا أعمل واحد بـ 12 ألف دينار ضائل جماهيري فالدولة والمسارح الأهلية الاثنين يعني بينهم وبين المسارح الآن علاقة بعيدة يعني عموما توالفنا كثيرة معاك استادي وإحنا مستمرين معاك إن شاء الله لكن مشاهدينا روح الفاصل ورعدين عن الربربة والعيارة والحش اللي ما لسن إش قولتك عن فوزية والله عشر تنعم فوزية ما أقول عنها لكل الخير وليقلت عنها الخير ما هو بوايد عليها بنت خيار بنت حمايل إش علامها بنت هيل وتميل وتخلي القلب خاش عدلي اشتعوى 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 يمونا بل عليها فضة قضة لي وقع الفرقوت على خداق قضة تنهى عود ومال وخضيف الخيزران من وين ما هبت العوامال يا الله 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 إما أنا حاضر شمال تحبين ندروس لكباب وي شلون بروسة وي بل بل الله حلوة سعى سماقت لي من منوها لهدي يعني ما شاء الله سعى شكلها غالي هي جيمتها موهينة ولا الصراحة ودادة أنا الهدية بصرتني هالي من غير كنت وقبلتها؟ حدية وعيتني عردها يعني يعني ولاد انت تغارين يعني أكيد بغار وأكيد بخاف عليك أنا لازم أعرف هادي الساعة من منو وشون قبلتها بس 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 صراحة كسرتي خاطرية ما قدر ما أقدر أحتمل أكثر من شدي لازم أقولك هذه الساعة من مساعد مساعد؟ أحين أنت مو قلت مساعد يابلك الساعة وقالك هذه وصلتك بدون كرت؟ إي لأنه اللي عطاني إياها وصلتني بدون كرت ولا الوالد هذا يحرجني الصدقين أعطاني إياها يعني بمناسبة نهاية الخدمة ويدري فيني أحبها النوع من الساعات رجعنا لكم مشاهدين من بعد هذا الفاصل ومستمرين في حوارنا الفني مع الفنان عبد العزيز الحداد استاذي دردشتنا كانت حلوة عن المسرح لكن الحين بنتجه اتجاه آخر وهو الدراما ليش أنت أيضا مقل ومقصر في الدراما؟ والله أنا يفترضني ما أمثل الدراما لكن أنا أحيانا أعشق دور أو أحبه أو لما يعرضون علي أحد الأصدقاء أو أحد الشركات والله عمل فني إذا عجبني الدور ولقيت فيه مو لقيت فيه نفسي أنا ما أمثل نفسي أنا دائما أحب أطلع من نفسي يعني أحب أكون مو أنا فإذا لقيت في الدور شيء أقدر أستمتع فيه فلا شك كني أخذه ولكن نفس الوقت أنا ما أمثل أكثر من عمل واحد في نفس الوقت يعني مستحيل ترقيني أن تمر عليك سنة لي فيها عملين أو ثلاثة أو كذا أولا أنا من مشهة نظري مصح لأن ما تقدر تتعايش مع الشخصية تطلع منها تروح للشخصية الثانية وهذه لعبة يجيدونها البعض بس أنا ما جيدها يعني تشبث بالشخصية اللي أنا فيها لحد ما خلصها فلذلك يعني هو مو قليل إلا بالسنة عمل واحد كاته يعني نقدر نقول أنت تنقي أعمالك نقوة مهي سهلة النقوة لا مو سهلة أني أخذ عمل يعني أحيانا أني يكون العمل يعني شوفي دانا التلفزيون يظل في حالة التلفزيون يعني مو سينما والتلفزيون أقرب يعني تلفزيون شنك في البيت فبالتالي يعني بالسينما سوي اللي تبيه بالتلفزيون تظل ضيف منزلي يعني فالدور لازم يكون يتناسب مع ضيافتي في المنزل يعني لذلك الأعمال اللي قدمتها أنا راضي عليها وراضي عليها بشدة يعني ما عندي أمل ما أني أستحي أشوف أعمالي جدا معيني لكن أنا راضي عنها ليش تخجل منك تشوف أعمالك؟ ما أدري يعني ما أحب أشوف أشروعي بالتلفزيون يعني أحيانا أنا ما أطالع نفسي بالإعادة هل هذا نفس الشعور؟ نفس الشي أنا يمكن حتى حين لما سوينا مثل بالفيلم دعوني الفيلم أني أحضر وكذا ما أجسر ما أدري ليش معنا كان دور ممتاز زيني استاذي الآن إحنا في شهر رمضان دائما ما يكون في زحمة أعمال كثير من الأعمال الدرامية اللي قاعد نشوفها خاصة إذا كانت أعمال محلية كويتية أو كانت عربية وخليجية وعلى هذه المجرة لكن هل تشوف أن هذه الأعمال قاعد ناقش إحنا قضايانا المجتمعية وقاعد نحاول أنها يتحلها؟ لا الأعمال رمضانية مثل أكل وايد السفرة مدروسة السفرة شبيرة يعني وما أحد يأكل يعني ونفس الشيء عمال رمضان تنقينهم نقوة تشوفين شنو بتشوفين بعدين من هالقناة لها القناة تشوفين من هذا شوية ومن هذا شوية ما في أحد يكمل مسلسل كامل في المضان يعني الكل يشوف شوية من ذا آه شفت من عنده وقت يشوف ميتين مسلسل في المضان أساساً هم عدد هائل الواقع ومو غلط يعني رمضان هي الفترة اللي تنتج فيها المسلسلات علشان تعرض دور السنة وتختارين منها فبالتالي هي أنا أعيد هذه الشغلة إن كل الأعمال في رمضان وتشوق لها ويشوف العمل الفلاني بعدين تفرغ تشوفها برواءة على قولتهم بعد رمضان العمل اللي تختارها تشوفها تشوفهم هذا فتتكتف فيها الواقع والواقع هو موسم يعني مثل موسم العيد مثل موسم رمضان مثل موسم الأعمال الدرامية هو موسم رمضان أو بالأحرى موسم إعلان الأعمال رمضانية بعض الأعمال لا والله تشدك في رمضان وتتابعه الوحيد صح عرشان فهذه طبعاً ندرة يعني ندرة من الأعمال اللي تنشد انت معاه وتضل معاه لآخر رمضان وهذا على حساب وأحيانا نشوف الإعادة بعد وهذا يعتمد على جود إذا ما تشوف أنه هذي فيها ظلم لبعض الأعمال أنه كثرة هذه الأعمال ممكن أن تظلم أعمال أخرى جيدة والله زين يبين يفرض نفسهم يفرض نفسهم بين ألفين عمل لو تشوفين منها لقطة واحدة الحلو حلو لو قاعد منه يعني هذا يعني تتطبق على المسلسلات يعني تتطبق على كل شيء لأنه تشوفين لقطة واحدة وما تشوفين مشهد تعرفين وراء هالمشهد مخرج ولا ممثل ولا كذا ولا الأسلوب ولا الحوار ولا يعني كل شيء يعني يدل على صاحبه بذلك لكل إناء بما فيه صحيح صحيح إذن توك ذكرت على سلفة اختيارك لشخصية اللي تمثل فيها في المسلسلات وقلت أنك أنت نادر ما يعني أو أن نقوتك نقوة حق الدور اللي أنت تمثله وما تقدر أنك تتمثل أكثر من شخصية في أكثر من عمل خلال السنة في هناك بعض الممثلين عندهم القدرة أنه في شهر رمضان فقط يطلع بأكثر من شخصية هل هذا الشيء تشوف أنه صحيح ولا يكثر سلبا جاوبتيها عند القدرة أنا ما عندي القدرة يعني أكبر أنه عندهم القدرة بالنسبة للجمهور اللي قاعد يشاهد ما تحس أن هذا يشتته؟ والله يعتمد على الجمهور بس أنا أعتقد إذا كان قاعد ينوئ لقو عند القدرة أنه يمثل أكثر من عمل وينوع بالشخصية من شخصية إلى أخرى هناك شاب وهني شايب هناك كذا وهناك شديد هناك مجرم هناك محامي هناك هذا تنوع وبعض الممثلين أنا أشهد لهم أنهم قادرين وهذه ميزة عندهم ما عندي إياها يعني ببساطة يعني هذه مو شيء يعني ما أنتقدهم أنا ومو حالة انتقاد أني أنا ما لازم نتمثل أكثر من عمل يعني تشوفها هذه حالة صحيحة إذا كان يقدر ما فيه أي مشكلة إذا يقدر الغرض العنب وليس قد تزرع نحن بالنهاية نحن بالعنب يعني صحيح زي ما بين الدراما الأمس ودراما اليوم ما هي السلبيات والإيجابيات والله إحنا ما أدري ليش هالمقارنة بين أمس واليوم لأن دائما ما عندنا إحنا استاذي حنين الماضي دائما كنا نشوف يعني الأعمال الدرامية اللي قدموها كبار الفنانين درب الزلق محظوظة مبروكة الأعمال هذه التي لازلنا نتذكرها ولازلنا نقول ليش ما عندنا أحمال بهذه البساطة لكنها أيضا لها قيمة وضاف للفن الكويتي أنت تذكرينها بجوابش الحنين لكن تقنيتها ماكو شيء شيء يعني اليوم التقنيات اختلفت الأسلوب اختلفت الكاميرات اختلفت الزوم اختلف الديكورات اختلفت هي مثل وقت القضية كانت والممثلين أقرب للجمهور وكانت قضاياهم أبسط وحتى الدراما القضية يعني أتذكر يعني أنا إذا يمكن أول مسلسل مثلت كان مسلسل الدكتور يعني أنا وقتها على بالي أنا دين جوان زماني ما أعرفهم شيء بالشارع يعني لأنه كانت القصة ممتازة كان الممثلين هو كان يعني شوف يخلقوا للشغلة كان كل شيء قبل أكثر جدية صحيح ولا تخلطين بين الجدية والتراجيديا يعني كانوا جادين حتى بالكوميديا يعني فحتى الممثلين قبل كانوا يعني أكو شيء ثاني أيضا يعني وائد مهم قبل ما عندي شيء لما أحط واحدة أو ثنتين تطارعينهم صحيح فالممثل اللي طلعت نطرينة وللمسلسلة نطرينة الحين كم حطة ثنترين كثير كم قناة كم شركة إنتاج قاعدة تنتج فما تقدرين تقيمين بشكل دائم زائد إنشغالك بالواتسوب وبالفيسبوك وبال كل هذا أثر يعني هذا أثر لا شك وأثر في حتى المنتجين لما يبون الممثلين صار الإنتاج غالي يعني قبل التلفزيون اللي هويت ينتج ويعطيهم المقسوم وانتهى الموضوع الحين لا صار تضرب صار تلقى العملية تجارية بحتة يعني يمكن أنتم ما تشوفون العنصر الجانب التجاري فيها لكن الجانب التجاري فيها مرعب بالملايين وبال فتحولت إلى نوع من التجارة ولما تدخل التجارة بالفن قولي على التجارة السلام يعني استاذي هذا على وزن ما يحدث الآن في المسرح التجارة لما اندشت المسرح وبدأت تؤثر فيه قمنا نشوف فيه أعمال لا تضيف قيمة على هذا المسرح هل هذا الشيء نفسه ينطبق على الفن والدراما التجارة هو المقصود في التجارة هو المادة العمل اليوم يحتاج إلى مادة كبيرة يعني مبلغ مبالغ كبيرة اللي تنتج أي عمل قبل عشان أنتج مسرحية أحتاج لبيدي مبالغ اللي أقدر عليها اليوم عشان تنتج مسرحية تحط ميزانية الإعلان 20 ألف دينار 35 ألف دينار هذه ميزانية الإعلان عشان تعرضوا بالتلفزيون تعلم بالشارع تعلم وقبل الإعلان تحط الإعلان بالشارع وتشوفين وحطين بيتكم وحين لازم من خلال قنوات ضوئية من خلال محطات فهي المنتجح الممثلين الممثلين الممثل مشغول بـ 15 مسلسل تيبينا تقول تعال متل معي مسرح 30 شرب روبات وعطيك المبلغ الفلاني لا أيضا مفاضي لك بتي حق النصوص من هو يكتب لك مسرح اليوم فالمسرح التقليدي أو المسرح اللي تحبينا أو المسرح اللي نعرفه مكلف مكلف جدا يعني الله عينهم اللي ينتجوا بمسرح أنا كنت أنتج مسرح بعدين توقفت أنا ما أنتجت طماشة فاشة فدو تليج وكان الجمهور عليها بس الفلوس اللي تطلع كنا تقاسمهم كنا ربع يعني مو أنا التاجر مالهم بس أنا اللي كان عنديهم ما عندهم فعقوبها كل من يأخذ حقها ويمشي اليوم لا اليوم أصبح نوع من البزنس الفني وأحيانا للأسف يعني اللي يقدمون هذا العمل الفني أو البزنس ما عندهم علاقة بالفن هو مو بالضرورة تكون فنان لكن عندك الحنكة الفنية الإدارية الإدارة الفنية أنك شون تدير الفنان شون تداري شون لأن الفنان حالة مو طبيع الفنان مو مثل الإنسان العادي يفترض أنه أكثر حساسية أكثر رقة أكثر هدوء أكثر إلى آخر فيه جوانب تميزة يعني فبالتالي اللي قاعد يصير من سبب ضعف الأعمال الفنية هو ضعف الإنتاج يعني واليوم أنت ما تقدر يعني اشتر غالي أرخص لك وبيع أرخيص أربح لك صحيح صحيح وعلى وزن مثل ما قلت على التجارة السلام نقول إحنا إن شاء الله ما يهي اليوم اللي نقول فيه على الفن السلام أنا أقولها عن الأشخاص المشاهدين إحنا مستمرين معاكم لكن نروح الفاصل ورعدين فيلم هاما يعتبر من الأعمال الدرامية السينمائية الكويتية اللي انزلت في هذه الفترة الحساسة أنا أعتبرها لأنها لامست قلوبنا كلنا يعني وبطريقة وبأخرى إحنا كلنا حسين فيه وحسين أننا إحنا جزء من هذا الفيلم كلمنا عن مشاركتك فيه والله ذكريات عبرت أفق خيالي بارق أن يلمعوا في جنح الليالي يعني الحقيقة لما أتذكر المشاهد ولما أتذكر الموقف ولما أتذكر العرض اللي عرض عليه العمل ولما قرأت النص استمتعت من شيء واحد من قرأت النص لشخصين قبل لا أعرف أي ممثل فيه كانت طايقني قضية من زمان إن لما السينما قبل لا أدخل في الموضوع الفيلم السينما كسينما انتهت كصناعة يعني انتهت المفيولا وانتهت الكاميرا السينماية 16 ملي والستثاثي يعني كل الأشياء والنقل الصوت والتحميض والنقاتيب والبوستيب قام صارت السينما تصوير فيديو صحيح فمخرجين الفيديو والتلفزيونيين يعرفون يخرجون فيديو فعلى بالهم يعرفون يخرجون سينما فقام وقدموا أفلام تمثيليات عرضت في السينما فلما شفت الأفلام اللي عرضت في السينما صاب لي نوع من الأسه لأنه لا السيناريو سيناريو فيلم سينمائي ولا التصوير اسلوب التصوير السينمائي لأن السيناريو لما شفت السيناريو اللي يقدم لي وشفته مكتوب بالطريقة السينماية أنا كشعرين بي يعني استانست إن هذا العمل بمثل فيه أوكي ما بي أناقش أي شيء خلاص يعني على طول قلتم ما فق بدون مناقشة وخصوصا اللي قدمني العمل مخرج الحقيقة يعني أنا كنت أثق فيه كمخرج تلفزيوني لكن أبهرني كمخرج تلفزيوني كسينمائي يعني مو قضية إبهار فقط استغراب نعم أنه أحد يعرف يوجه الممثلين ويأخذ الكادرات بهذه الطريقة السينمائية ما كنت تتصور أنه عندنا يعني على الأقل من جيلنا أحد حاليا يقدر يعني لو تشوفين الممثلين شو يمثلوا هني فعلا أفقد هو يعني ضرامني بشنو أفقد عندي خبرتي كلها خلالي معنا ممثلين مثلين نفس الشيء ممثلين يدد من إشارة يفهمون منه وانا تلاطف فعلا استمتعت يعني أذكر يعني الممثلين والممثلات شو يعطيهم الإشارة في التمثيل نشوفهم تنثيلهم شفتهم وكان في بعضهم السينمائي صح التنثيل السينمائي من يعني صح وبعضهم أصلا ما كان عندهم أي خبرة في عالم الفن بتاتا هذا مو يعني من فراغ يعني من حالة توجيه إن شاء الله بالعين يعرف ياخذ اللقطة يعرف ياخذ السماء فالحقيقة أنا أبارك الكويت أنا ما لدي دوري أنا دور عادي ودور قاعد نشوف الحين مع بعض الكواليس لكن يعني الحالة عندي أنا حالة فرحان لهم الممثلين يعني الشباب شوفي نوع الكوميديا اللي طرحت كوميديا أنا ما شفتها من قبل ولا أعرف أسويها كوميديا الشباب اللي قدموها بالطريقة السينمائية أقعد أنا أثناء المشهد على قراتهم فاغر الفاه يعني أنا أعتبر أن الفيلم هذا فعلا هو يعني ما أبي وطبعا مو إقلال في أي قيمة عمل فني آخر لكن عندنا بس يا بحر هذا نقلة ثانية نعم يعني نقلة وإن شاء الله إي واحد أحسن مننا وإي مخرج أحسن من خالد وتيشة مؤسسة تنتج أحسن من اللي أنتجت لكن أنا فرحان بهذا الإنتاج اللي فرح الكواتيين يعني فرح الناس خلهم فخورين خلهم معتزين يعني وكل واحد في العمل يعني حتى المنتير يعني شوفي إخراج إخراج السينمائي يجيك المنتير يقول لي يقول لي الله يخليك شتفك طلع شوي لأن عشان الكت مالي فهني خلق ماله معاك يعني فاروق كان يتابعني حتى بحركتي مع الصوت فهني الشغل السينمائي وبعدين تستعد كل الاستعدادات أحيانا يعني السينما ترعب يعني هذا قليش موقف ضريف يعني قلي يمكننا حط جزء منه في اللقطة اللي أنا مشايف بنتي صار لي 10-12 سنة وأمها كنت أنا بجني عليها بغيت أذبحها ويا أبوها اللي فجأة وهني لحظة لحظة يعني إنسانية وجدانية وحسية وسميها اللي تسمين من مفردات الحنونة هذه فاستعديت إني فبشوفها لقطة لأنني أنا مفترض إني ما أشوفها فبسرق الكاميرا وبسرق اللحظة اللي ببروز عيني فيها إني أشوفها بس بشوف حفيت فيها اللحظة يعني المخلف قال لي لا تلبس نظارة خالد المشهد قال لي لأن أنا عندي خط أبعد من اللي تشوفها قتل قبول على شي واحد تعطيني قبل الشوت قبل خمسة عش ثانية ولا حد يتكلم في الموقع فليز كويت وأنا أعطيك النظارة كان نصك من النوع اللي نص فوق تمين نص تحت صح فالكاميرا شايف أنا موقعها لما مشاعري تجسدت رفعت رأسي شوي لحد ما بانت عيني وبينت الدمعة داخل قمت مشيت وطاحت المنتر في المخرج أخذها سلو موشن يعني تنبيه مثل الشعور هذا فاعتبرتها أنا انتصار للمخرج وانتصار لي معنى نقطة انتصار لك لأنك تبتبيها لأنني نفتد لك اللي تبتبيه بالضعو اللي صار بيني وبيني كان الموقف وحتى التصوير كان الموقع ماله مو أي موقع يعني فكنت سعيد لما طلعت حالة على قصة كله بلزد كويتس يعني حالة فلكن أنا فخور بتعامل فيه اللي يتعامل معانا كلهم يعني سواء يعني فيه سكن رقي المكان نوع يعني مغامرة بحر وأنا أحب المغامرات من أول وأحب يعني يعني ينوني مغامرات أنا طول عمري فسواء نغواصة ولا بحر ولا غرق ولا دولة جميلة جزيرة جميلة العمل جميل استاذي العمل كان واي جميل نقش قضايا حساسة يعني يعني قاعدين تنقشون القضايا هذه وكلها قاعدين نقول أوف هذا فعلا موجود يعني الفيلم نقل واقع موجود إحنا وعايشينا هذه جمالية العمل اللي تم تقديمه للجمهور والله يدانا بقول الشغلة يعرفونها لازم كل المخرجين مو مدحم فيه خالد خالد أصغرنا سنة يعني من الموجودين ويمكن لكن عنده كان منهج يعني ما يتخذون خالد سيد العمل وليس سيد العاملين نعم يعني عمره ما ترفع على شخص نعم ولا تأمر ولا ولا لكن سيد عمله نعم يعني فهذه لما الواحد يدركها ويدراكها مسهل يعني لما الواحد يخسر المخرج على باله سيد العاملين يتأمر على ذلك وليه هذا ولا يوجه هذا مصراخ ولا لا لا كم مهذب يعني وهذه ميزة الحقيقة أهني وبارك نعم وإحنا نهنيكم على هذا العمل اللي قدمته عمل جدا رائح ونفتخر فيه وهو إضافة للسينما الكويتية ولا شك يقول ندفع اشتر غالي مرة ثانية يرخص بك لما يكون الإنتاج بهذا المستوى وهذا الحجم أكيد حط فلوسك بالشمس وهذا اللي حط فلوسك بالفلاي وقعد يمهم اليوم حقصك كلها أمثال كل إجاباتك فيها أمثال دائما ما نسمع أن هناك أمسية شعرية أو أمسية للشعر لكن للفن أيضا أمسية أستاذي ماذا عن الأمسية الفنية للفنان والمخرج عبد العزيز الحداد والله هذه فكرة نادي الجوالة لأن طلبوا مني أن أقدم لهم ندوة فقيتهم ندوة أنا ما يعني ما رح أقدم لكم حالة أدبية عشان أقدم ندوة أمسية ممكن والفرق من الأمسية والندوة فرق فالعادة الأمسيات تكون لما يقدم أديب أمسية أو يقدم أي نوع من الأمسيات أنا أعتقد أن الأمسية الفنية يجب أن تختلف يعني لازم يكون فيها فن يعني لازم يكون فيها نوع من التمثيل نوع من شيء مختلف تماما فوعدتهم أني أقدم لهم العسكر يتذكر يعني عن فهد العسكر بحيث أني أطلعها بطريقة أمسية حديث يعني أنا شخصي يعني بشخصي بذاتي أتكلم مع الناس وخصوصا تناولت عن العسكر مو قصة حياته وحرقه وشعره ومعرف إيش وأنه سابق عصره وأنه كذا لا خد جانب جميل جدا عنده الجانب الأدبي الثقافي العلمي فالحقيقة يعني أنا مستمتع في هذه خصوصا أن أنا أحب الشباب أحب 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 وهم مستنسين هذه المزاحمة بحيث هم المخرجيين هم يعني عنده أستاذة فاطمة الفلشاوي هي اللي بيستقل التقنيات كلها فاطمة المبارك اللي بتسوي كل الارينجمنت والشباب اللي وياها فقاعدين يقودوني يعني مو قاعد أنا أقدم الشي بالنهاية هو عمل متعاون بين جميع أفراد بس أنا أو غير هم متعاون بيني وينهم فارق شبير هم يدرون وأنا أدري لكن معزتهم اللي ناديهم ودهم طلعوا شي يديد ومعزتهم لي شخصيا واحترامهم لي قاعدين يبدلون مجهود مضاعف بحيث أن تطلع أمسيتهم جميلة وجودي وإن شاء الله راح تكون غالبا يوم 22 من هذا الشهر وإن شاء الله تشوفوا شنو مفهوم وحضرتك من المدعوين إن شاء الله وتشوفوا شنو مفهوم الأمسية الفنية يعني أنا لازم أطلع بطريقة مو مثل هذا اللقاء سهي لا لازم أطلع بطريقة مختلفة والاختلاف تشوفين هناك إن شاء الله بدنا الله وينك نزينا عن تقديم البرامج والله يعني الواحد شو بيبدله فدعنا شو بيبدله ما أقدر ما أقدر أنا عندي برامج وايد قدمت حلم مبارع قدمت الجمهورية قدمت الكمبيوتر للجميع والبرامج اللي قدمها كلها برامج يعني على قولت تلقائي الفناتق يعني مختلفة ومو برنامج يعني برامج أبتكرها وأسويها لكن للأمانة فقط أنا أعشق الإذاعة وأعشق التلوين في طبقات الصوت تسبب الإذاعية والأدبية والشعرية والفنية لكن ما أكو مساحة على قولت المثل الأمريكي يقول ما تقدر إذا أعشق لذاعة وأحبها وأحب البرامج حتى البرامج التلفزيونية وعندي أفكار وكم مرة دعيت أن أعيد برامج أو أقدم برامج كان عندي برنامج يتذكرينه فاكهة الشهر والفناتق اللي فيها أعمال كثيرة بس ما أكتر ما تقدريني إذن على عجالة ستادي كلمنا عن مشاركتك في المهرجان السينمائي والله المهرجان السينمائي مهرجان طبعا أنا أبارك الكويت فيه ولو كونه راح يكون في يوم 24 فمهرجان أعتقد راح يكون فيه ضخم جدا يعني وفيه يبين ممثلين عالميين ومتورش وشيء معادي فالحقيقة أنا كان عندي فيلم طويل كنت بدخل فيه متكامة السابق بعدين يات فكرة جميلة دعنا التقطت السيناريو من الأدب العربي القديم بيت شعر كاتبة أو سيناريو بالأحرى كاتبة ابن الرومي يقول إن أنسى شوفي السيناريو فأتكلم عن السيناريو في بيت شعر أنا بثلت فيها من خلال هذا الفيلم إن العرب كانوا يكتبون الشعر على صيغة السيناريو إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به شوفي السيناريو مرور يدحو الرقاقة كاللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قراءة كالقمر إلا بمقدار ما تنزاح دائرة في صفحة الماء ألقي فيه بالحجري يعني ما تقف نسخلها في الماء وتكون دائرة لقيت إن العلاقة بين الدوائر اللي هي القمر والخبزة والدائرة هذه دائرة هذه علاقة هندسة فراغية مهندسة عادية بعد ولقيت إن الزمن اللي موجود في العلاقة ما بين الخبزة وما بين تكوين الدائرة فجب طفل أمر صغير يصور هذا المشهد ويتعايش فيها ويروح الخباز ويصور هذا الفيلم خلال دقيقة واو دقيقة وحدة يتغطى فيها كل مادة الفيلم بكل هذه المفاهيم إن العشار العربي في سيناريو إنه سيناريو مكتوب من العرب قديم إنه فيه فيلم طفل فيه العلاقات الهندسية وفيه التشابه ما بين الأشكال فقدمت هذا نعم أستاذي أنا استمتعت جدا بالحوار معاك وعسى أننا نشوف إن شاء الله الأعمال اللي تقدمها سواء كانت مسرحية ولا بالدراما ولا كانت إذاعية أيضا تستمر فيها لأنه طلتك ما نبي ننحرم منها فشكرا لك أستاذي على تواجدك اليوم معنا وعلى هذه المقابلة الجميلة الفنان عبد العزيز الحداد شكرا لك مشاهدينا أحنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل شكرا لك